الدورة الخامسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين البحث العلمي تكتسي أهمية بالغة لكوني أتعرف مناقشة توصيات واقتراحات الليجان الدائمة فيما يخص رؤيتها لإصلاح المنظومة التربوية والاستجابة لمجد طلبات التعليم اقتراحات الليجان الدائمة ستكون متابعة الركائز الأساسية للتقرير الاستراتيجي حول التربية والتكوين الشهور والليجان كتشتغل كل جنة كتشتغل حول جانب من الجوانب الإشكالية العامة للتربية هذا الليجان الآن وصلت من واحد درجة النجج اللي عندها تصور عندها رؤية وعندها توصيات واقتراحات فيما يخص الإصلاح التربوي التقرير الاستراتيجي الذي يعده المجلس العلى للتربية والتكوين يهدف الوضع خارطة طريق لإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين واستشراف آفاق مدرسة مغربية جديرة بانتدارات المملكة وقدر لرفع تحديات التربية والتأهيل لابتكار التكنولوجي ترجمة نانسي قنقر